اشتركوا في القناة هبات ريحقوية التي طلبت منها نصيب من المتابعة سرعتها التي جوزت مستوى 50 كم في الساعة في المنطقة الساحلية بالمرتفعات والجنوب وكانت مثيرة لرمال والأترباء ووصلت إلى 68 بكل من نابل وتوزر جديد في تقسي اليوم هو التراجع المساجل في درجات الحرارة مع تدفق طائرات لهؤية الشمالية تقريبا الأقام ظهران كانت من بين 29-24 درجة بالمرتفعات الغربية لبلادنا ببقية ولاية الشمال والوسط فأن الحرارة ظهران كانت في مستويات 25 إلى 30 درجة وبمناطق الجنوب وصلت محليا إلى 33 خصية تقسي اليوم نشوفهم كالعادة من خلال تسلسل لسوء القمر الاصطناعي وكما نلحظو كنا معنين بظهور بعض السحب على كاملة البلاد والتي كانت أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وي رفقتها أمطار عموما متفارقة الليلة قد نشهد نزول أمطار محلية رادية في عدد من معتمدية الشمال فيما عدد ذلك الصح مرتقب ومؤشرية حولي مازال يطلب من كل المتابعة ويعتبر أبرز العنصر الجوية لذلك نأكد أن تحذيراتنا تبقى سريط مفعول بالنسبة الملاحة والصيد البحري البحري يكون شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية درجة حرارة الليلة من المتوقع كانت تكون في مستوى الـ 15 بالمرتفعات الغربية لبلادنا من بين 18 إلى 23 ببقية الجهات وقد تصل إلى 28 في عدد من معتمدية الجنوب خلال يوم الغد إن شاء الله بعض الأمطار الرعدية تبقى ممكنة في عدد من مناطق الشمال وإلا السواحل الشرقية لبلادنا فيما عدد ذلك استقرار نسبي فيما يتعلق بمؤشر حرارة مقارنة بالأرقام لميزة ظهر هذا اليوم كل عادة قدموا بكم قراءة سريعة لدرجة حرقوس ومتوقعة بمختلف وليات بلدنا بتونس الكبرى قد نسجلوا 24 ظهران 25 بنابل 13 بقليبيا نسجلوا 24 بمنزرة و 26 بزغوان بمناطق الشمال الغربي درجة حرارة قصوى تكون في حدود 22 بتبرقى 25 في باجة 16 بجندوبة 25 بسليانة و 23 درجة بالكاف بمناطق الوسطة نسجلوا 25 بتالة أعلى بالقيروان 30 بجية الساحل بسوسة 26 ظهران 24 بالمنستير 29 بالمهدية بسفاقس بزرقرقنا درجة حرارة قصوى تكون في حدود 24 درجة مئوية 31 بسليبوزي 28 بالقسرين وبمناطق الجنوب الغربي حرارة ظهرا في مستوى أوائل الثلاثينات قد نسجلوا 34 بقافسة 35 بتوزر بيكبلي بقافسة 27 وببقية مناطق الجنوب الشرق البلاد بجزيرة جربان توقع تزيل 30 34 بمدين 33 بتطوين وبرمدة بالنسبة للملاحة والسيد البحري بسوحنة الشمالية منطقتين سيرات وخليج تونسر يحتكون في أغلبها من قطاع الغربي سرعتها من 15 إلى 20 عقدة تتقوى تدريجيا لتكون من بين 25 إلى 30 تجاوز 45 في شكل هبات والبحري يكون شديد الاثراب بشمال بخليج حماته بجية السحل وصولا لمنطقة الشاباء ريحت تكون شمالية غربية ثم تتجه إلى جنوبية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تصل مؤقتا 30 تجاوز 40 في شكل هبات والبحري يكون شديد الاثراب إلى هائج وريحت تكون شمالية غربية ثم تتجه إلى جنوبية شرقية بخليج جابس سرعتها من بين 10 إلى 20 عقدة تصل محليا إلى مستوى 25 ويحريكم متموش إلى قليل الاثراب بسواحل أسفاقس جابس ومدين كل عادة قدمكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية الواكشوات 27 درجة بعد أسحب الدار البيضاء سمت كونسافيا بالجزائر 27 دهران 29 بترابلوس بالخرطوم نتوقع وكونوا درجة حرار قصوة تواصل في مستوى عمان مرتفعة 41 دهران بالقاهرة 38 بالبقاء المقدسة قد انساج لـ 41 بالمدينة المنورة 43 بمكة المكرمة أجواء موشمسة بالدوحة 40 بأبوذبي 34 38 بمسقط بالكويت سعود درجة حرارة 38 درجة مئوية 39 ببغداد وأجواء عمتان قليلة سحب بشرق الوسط ونتوقع وكونوا درجة حرار قصوة تكون في حدود لـ 34 بدمشق 27 ببيروت 31 بالقدس الشريف بإسطنبول قد انساج لـ 28 درجة وبأوروبا برومان توقع وكونوا درجة حرارة القصوة تكون في حدود 31 مع مؤشرات أمتار 19 بيفيانا سحب كثيفة ببرلين سحب عابرة بلندن بامستدام بريكسل جونيف وبريز مرسيليا 31 درجة سما تكون صافيا بمدريد 23 بلاشبونة تطور راضع الجوي خلال أيامات القليلة القادمة عودة خصوصيات الصيفية بشكل تدريجي بداية من يوم الأحد أجواء تكون قليلة صحب على كامل البلاد تايرات هوائية في أغلبها من قطع الغربي لتكون ناشطة نسبيا قرب سواحل ومعتدى داخل بلاد اتباعا لذلك البحر يكون متموج لمضطرب بكافة المجالات البحرية ودرجة حرارة قد تسعد إلى مستوى 32 و 38 درجة مئوية خلال يوم الثاني إن شاء الله بيش نشهدوا تنقل الطائرات الهوائية التي تكون من قطاع الجنوبي ضعيفة لمعتدى بحر هدى إلى قليل الأثراب وملأم لمختلف الأنشطة البحرية نتوقع فترات مغيمة جزئيا على كامل البلاد ومع تدافق الطائرات الهوائية الجنوبية درجة حرارة من المتوقع كون تعرف ارتفاع طفيف معيدة شروق الغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس إن شاء الله بيشكون في الساعة الخامسة وثلاث دقائق وغروبه في الساعة السابعة و 31 دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمهد الوطني لرست الجوي موقع الويب تردو بلو في بوميتيو بوينتين رقم الموازع الصوتي وتنجمه تتفعل معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهد أوقات صلاة بمدينة تونس وما جوارها اليوم الغد سالة صبح بداية من الثالثة وربع وظهر من تصف النهار و 24 دقيقة سالة العسر في الساعة رابعة و 7 دقائق سالة المغرب في الساعة 37 و 33 دقيقة و سالة العشاء بإذن الله في الساعة 9 و 18 دقيقة في الختام شكرا على حصم وتابع الاهتمام وإلى اللقاء